عندما خرج الكاتب ايمن بهجة قمر عن صمته ليعلق على انباء طلاقه كانت تعليقاته مركزة على التلميحات التي ظهرت في اغنياته الاخيرة في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوب قال بهجة قمر فيه خبر نازل فيه تلميحات بسبب اغنية معرفش حد بالاسم ده واكد انه يتمنى عدم ربط حياته الشخصية بالاغاني التي يكتبها مشيرا الى ان هذا الموضوع يثير انزعاجه من الاقارب والغرباء وفيما يتعلق بالابناء نفى ايضا الصلة بين الاغنية والاشخاص الذين لديهم علاقة مالية به مضيفا تمنياته بسنة سعيدة للجميع وفي سياق متصل تحدث ايمن بهجة قمر سابقا عن الخلافات بين النجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي معبرا عن عدم انخراطه في تلك الخلافات العلنية واشار الى ان الانسان يظهر طبعه ومعدنه خلال الصرعات ورفض التحدث علنيا عن الشؤون الشخصية مؤكدا انه لا يفضل الكشف عن اسراره في وسائل التواصل على صعيد اخر استعرض بهجة قمر الاحداث في قطاع غزة معتبرا ان العدوان الاسرائيلية اقوى دراما من اي عمل فني واعرب عن استيائه من الظلم والابادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وفي ختام حديثه توقع ان تشهد الفترة القادمة احداثا هم هذا وقد اكد ايضا ان تجربته مع خلافات شخصية قريبة دفعته للابتعاد عن الاشاعات مشيرا الى رفضه التحدث علنيا حتى في مواجهة التحديات الشخصية